أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادي الثلاثة وذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين وده بيتخذ القرار ده طبعا كنوع من الإجراءات الوقائية والاحترازية ولمنع عملية الاختلاط مما يساعد على انتشار أو تفشي الفيروس فيروس كورونا وحفاظا على سلامة كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لللاعبين تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة أيضا بالخبر ده كان هذا الاجتماع قد جمع الكوادر الرياضية في النادي وكان طبعا في مقدمة هذا الاجتماع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير الأفرع في حضور مسؤولي اللجنة الطبية وأيضا المدراء الفنيين ورؤساء الأجهزة ومدراء قطاع النشئين ومدير الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وقدامنا لقطات طبعا من داخل النادي خلال الفترة اللي فاتت أعضاء مجلس الإدارة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والمسؤولين في النادي ومتابعتهم لكل ما يتخذ من قرارات أو التوجيهات والخطوط العريضة اللي بيتم وضعها للاجتماعات التنفيذية اللي بيقودها العميد محمد مرجان ومدير قطاع النشئين ومدير الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في ضوء رؤية مجلس الإدارة في هذا الشأن وانتهى الأمر إلى القرار المشارئيلي وتكليف الأجهزة الفنية بوضع مقترحتها للمرحلة المقبلة وتهيب إدارة الأهل بأعضاء النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة جميع أبناء الوطن وانطلاقا من دور الأهل المجتمعي في مواجهة مثل تلك الأزمات والأهل يكثف من إجراءاته الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وصلت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهل اليوم جهدها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي وحفاظا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين وبدأ الأهل الخطوات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة أمس بعنوان فيروس كورونا وطرق الوقاية بحضور الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية وزميل جامعة هارفرد والجامعة الأمريكية للكبد والجامعية الأمريكية للكبد وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي سواء في الصلاة الرياضية أو الجم وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين مثل حمامات السباحة والصلاة الرياضية والمنافذ مع عدم استخدام الأكواب الزجاجية ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الإلعاب بالإضافة إلى العاملين داخل النادي من نتائج اجتماع الإدارة التنفيذية مع النشاط الرياضي في الأهلي طبعا الاجتماع نتج عنه قرارات كثيرة جدا وتوجيهات خلال الفترة الجاية عقد الاجتماع طبعا برئاسة عدد من المسؤولين في النادي وزي ما قلنا حضراتكم ناقش من خلاله العميد محمد مرجان والكابتر عبدالقادر الكثير من الأمور والخطوط العريضة للنشاط الرياضي مع كل المسؤولين عن القطاع الرياضي والجهزة الفنية المختلفة تم إجراءات أو استعراض كل الإجراءات اللي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بناء على نتائج الاجتماع اللي تم بين المدير التنفيذي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي وأوصى باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتم خلال الاجتماع الاستماع لوجهات نظر مختلفة للمديرين الفنيين للأجهزة تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين كما شهد الاجتماع الاطلاع على الخطوات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على السلامة العامة لأعضاء النادي والعملين في النادي ومنها متعقيم طبعا زي ما قلنا حضراتكم لكل الأسطح والأرضيات والمناطق المختلفة في النادي في الصلاة الرياضية وغرف الملابس وكل المناطق الأخرى والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي طبعا زي ما قلنا حضراتكم خلال دخول الناس وترددهم رواد النادي وأعضاء النادي والعملين في دخولهم واخروجهم من النادي ومن البوابات والمناطق المختلفة اللي بيتردد عليها رواد النادي الأهلي وتم عرض عدة توصيات طبعا خاصة تم عرضها من خلال هذا الاجتماع وتقدمها لتعرض على مجلس إدارة النادي لاتخاذ التدابير اللازمة بما يتماشى ويتفق مع اتجاه الدولة والصالح العام وحفاظا على سلامة الجميع في الوسط الرياضي وفي النادي الأهلي طبعا من شكل خاص